والدراسات المستقبلية التي سميت بالفتن والملاحم حتى ندرس ما الذي سيكون وما طريقة مواجهة هذا الكائن عندما يكون هذا قصر ألف فيه ابن كثير وألف فيه نعيم ابن حمد وألف فيه ناس كثير بنوا المكتبة الإسلامية على هذا المربع الإيمان، الإسلام، الإحسان، الدراسات المستقبلية وفضلنا كده لغاية ما احتككنا بالغرب والأمريكان ودخل تصنيف ديوي العشري وكده إلى آخر فاختلت الأمور لدرجة أن احنا اضطرنا أن احنا نعمل حاجة اسمها ديوي المعدل أو ديوي العربي الأستاذ الدكتور الشطي الله يرحمه وغيره يعملوا كده يا ده علشان لأنه إحنا كديانة كلها وغده اتنين على عشرة والعشرة دي بقى بقت فيها 11، 12، 13 كده إحنا وآخر واحد بالإسلام فإزاي هتحط مكتبة زي در الكتب في 211 نحن لدينا حتة بسيطة جوة لجوة لجوة فعدلوها وعملوها طريقة تاني المهم أن التصوف ده جزء لا يتجزأ من دين الإسلام ده تلت الدين والأكتر من كده أنه هو هدف الدين وأنا بصلي لي ولا بأؤمن لي ولا بأعمل لي علشان أعبد الله كأنني أرافة إلا بأكون أرافة هو يراني وأراه يراني عمل المسألة طبقات فأصبح فيه عوام وخواص وخواص الخواص كل حرف تكلم بيه الصوفية له أصل في الكتاب والسل حتى الناس لما أسلمت الهندوك أسلمه الجوزيين أسلمه المجوس أسلمه الديانات أخرى عجيبة غريبة أسلمت ودخلت في الإسلام دخلوا بتجاربهم فلما جم عند هذه النقطة أنا معاها تجربة بشرية لكن لا أريدها إلا بالكتاب والسل ونعم بالله ولذلك اللي بيعملوا دلوقتي وزن ويوجا وش عارفه وكذا إلى آخر كل كلام ده مر على المسلمين من الأوائل من ساعة الصحابة ومن بعدهم وخدوا منه اللي يوافق الكتاب والسل وتركوا منه هل ما يوافقش الكتاب والسن لما حد يقعد يكلمني من غير المسلمين في أسائل العالم الصورة بتصح غير الواد الداعش الواد الداعش لما يدعو عايزة دم وعايز سلطة وعايز قهر للناس على دين الله وهكذا مدخل سلطوي منفر منفر داموي ولكن المدخل الصحيح الذي علمنا إياه رسول الله عاد 14 سنة في المكة ما مدش إيده على حد وقالوا استعرن بين هذا الوادي وإحنا نقل لك دام فتمعر وجهه غضبا احمر غضب فقال ألا إني رسول الله ولا ينصرني الله حتى تسير الضعين من مكة إلى الحيرة وفروا من مكة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها الضعين عن المسافر وأخذ العلماء من المحققون من هنا أن الستة تسافر للوحدة مدام الطريق آمن علشان القضية كانت قضية عدم الأمن مش قضية عدم ثقة فيها الجندر أنه دي ستة فمتسافر لا ستة سفرت من المدينة اتخاطفت سيدنا مش هيسقط يطلع وراها كتيبة يجيبوها تاني يوم واحدة قال لهم وبعدين احنا مش فاضين ده احنا بنضرب من بدرف في المدينة أوحد في المدينة الخندق في المدينة ده احنا بنضرب طول النار من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر إلا ومعها محر عشان ما لقش عليه لكن الأولانية بتقول من مكة إلى صنعاء لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمه هذا بيقول لي لما الطريق يبقى مش آمن معلش يبقى نشوف نرتب لها لما الطريق آمن خلاص تسافر 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 اشتركوا في القناة